بدا ان المرض النفسي هو السبب الرئيسي وراء الهجوم الدامي على مركز اولمبيا التجاري في ميونيخ والذي خلف تسعة قتلى وستة عشر جريحا اضافة الى انتحار المهاجم بعد مطاردة الشرطة له فبعد ان كانت الاتهامات تتجه الى تنظيم داعش بالوقوف خلف الهجوم لتشابه طريقة التنفيذ مع اسلوبه الا ان الشرطة الالمانية نفت وجود ادنى علاقة واشارت الى ان المحققين كشفوا وجود رابط فكري وعقلي واضح بين طبيعة المهاجم والقاتل النرويجي اليميني المتطرف اندريس بريفيك الذي ارتكب مجزرة في النرويج في ذات التاريخ عام 2011 راح ضحيتها 77 شخصا هوبرتوس اندرا رئيس شرطة ميونيخ اوضح خلال مؤتمر صحفي نسبت ان منفذ الاعتداء الماني من ميونيخ يتحدر من اصول ايرانية ويبلغ 18 عاما ولم يكن معروفا لدى اجهزة الشرطة مع وجود ترجيحات بانه مختل عقليا منفذ الهجوم على ما يبدو مختل عقليا وليس له دوافع سياسية حيث كان يخضع لعلاج النفسي حتى الان لم نجد معلومات عن المهاجم في ملفاتنا القضائية لا علاقة بتنظيمات ايرابية او دوافع سياسية المهاجم الذي اوردت الديلي ميل البريطانية ان اسمه علي سامبولي بدى اطلاق النار من مسدس باتجاه الناس عند مخرج احد المطاعم قبل ان يواصل هجومه في مركز تجاري قريب واطلقت دورية لشرطة النار عليه لكنه تمكن من الفرار ليتم العثور على جثته لاحقا واتضح انه اقدم على الانتحار حسب رواية الشرطة الالمانية قوات الامن اعتقدت في بداية الهجوم ان ثلاثة اشخاص نفذوا الاعتداء لان شهودا رأوا سيارة مشبوهة في داخلها رجلان فرى بسرعة كبيرة بالقرب من مكان الاعتداء واوضحت الشرطة لاحقا ان الرجلين لم تكن لهم اية علاقة بما حدث التصدي للهجوم شارك فيه 2300 شرطي وتم رفع حالة التأخب الى الدرجة القصوى قبل ان تعلن سلطات ميونيخ انه بات بامكان المواطنين بغادرة منازلهم وان وسائل النقل العام في المدينة عادت للعمل مجددا بعدما توقفت لسعاد